بوجه جديد تطل فعالية حكاية ميسك على جمهورها لكن هذه المرة بتركيز أكثر على الإنتاج المرئي بمشاهد حية لمخرجين عالميين ومحليين ليشارك الجمهور قصة صناعة تصوير المشاهد السينمائية أعتقد أنه وقتا ممتعا الآن في السعودية مع بدء افتتاح السينمات مرة أخرى هناك فرصة لنرى ما يحدث وراء الكواليس في صناعة الأفلام وأود أن أدعو الجميع للحضور والحصول على فرصة المشاركة في إنجاز الأعمال الفنية ليتعلموا أسرار صناعة الأفلام السينمائية حكاية ميسك حرصت هذا العام على إتاحة الفرصة للشباب المبتدئين والمبدعين ليخوضوا خبرة التجربة السينمائية وليستمعوا إلى نجوم الدراما عن كواليس أعمالهم مجوم لهم اسمهم يعني لما يقول لك حفر في الصخر زي مثل أستاذ أحمد حلمي مثلا أستاذ أحمد هنا يجي أستاذ أشعراني أستاذ أحمد يجي اسمه القائمة تطول يعني ما شيء يقول لك حفرت في الصخر يسمحها مقابلة أنا أسمحها مثلا مقابلة قال بس عارف لما يجي أسمع أستاذ أحمد في بلاتو تصوير ويدي يشرح ويقول له أحنا كذا ما وصلنا نجوم أو شيء إلا بعد ما يعني منكم برس ولكم برس ما تكلم أستاذ أحمد عشان لا يقول بكرة يوسف قال نستهدف استلهام أفكارهم من خلال جمعهم مع مختصين في المجالات الإنتاج الفني والإبداع إضافة إلى ذلك رفع مستوى احترافيتهم من خلال جلب أكبر الجهات العالمية التي تختص في هذا المجال وتقديم الموروث السعودي الثقافي بتقنيات متقدمة وتشتمل الفعالية على مجموعة من الأقسام تتمثل في التحضير للإنتاج ما قبل الإنتاج الإنتاج وما بعده لتكتمل الصورة الكاملة التي تمثل حرص مسك الخيرية وموسم الرياض على الاهتمام بالإبداع في جو من الترفيه من الرياض حسين بن مسعد العربية